يامسا الخير ويأهلا وسهلا بحضراتكم نبدأ معاكم يوم جديد حلقة جديدة السادسة كلام كتير جدا من بداياتها من هبتدي من سانداونز وصورا لمطش المريخ بس قبل ما أدخل في ده الحقيقة أنا حابة بوجه رسالة لجمهور النادي الأهلي اللي حضر مباراة سانداونز في السادة القاهرة شرفتونا وفرحتونا رغم أن احنا زعلنا الحقيقة بنتيجة المباراة لكن أنا الحقيقة سعيد أن أنا فخور وبنتمي لجمهور واقف في ظهر ندي مهما كان المشوار يعني الخمس سلاف اللي حضروا من أول ما ابتدينا نتفرج على المباراة لغاية ما انتهت المباراة ومحسسني الحقيقة أن فيه مئة ألف مليون للمدرجات شيء عظيم جدا وبمناسبة الجمهور ده الحقيقة أنا حابة بابتدي حلقة النهاردة برسالتين تحديدا رسالة لكل مسؤول أو لكل حد صاحب قرار فيما يتعلق بعدد الجماهير اللي هيسمح لها بحضور مباراة مصر والسنغال في القاهرة المطش ده المصريين كلهم مش بس جمهور الكورة مش الناس اللي بتحب الكورة وبتشجع الكورة ووقفة في ظهر المتحدة مصر كلها مستنية المطش ده من سنة فاتت ومش هبالغ لو قلت أنه مطش مصر والسنغال اللي هيتلاعب في القاهرة يفوق في أهميته مصر والسنغال اللي كان على نهائي بطولة أفريقيا يعني مباراة القاهرة أعتقد يعني أعتقد أنه جماهير الكورة هتوافقني الرأي أنها أهم بالنسبة لنا من مباراة الحصول على لقب بطل أفريقي ومستنينها بقالها كتير جدا ونتجتها هتأثر سلبا أو إيجابا بشدة في مستوى السعادة ومستوى الفرحة عند المصريين فبيتهيق لي مباراة بالأهمية دي ما أعتقدش أنه ممكن نفرط في أي شكل ندعم بي المنتخب ونحاول نساعده ونقف في ظهره في مواجهة في منطقة الصعوبة في أنه يوصل للي هو عايزه وأعتقد يعني بما أنه تقال أنه اللي هيسمح بحضوره في المباراة دي هيكون في حدود الأربعين أنا شايف أنه أربعين زي خمسين زي ستين زي سبعين دي المناجدة أو دي الرسالة الأولى أتمنى أتمنى أنه أكبر قدر من الجماهير اللي يملى ملعب المباراة ملعب ساد القاهرة يسمح بحضوره نمره اتنين وده الأهم لأنه الرقم واحده لا يكفي الأهم مين اللي هيروح ومباراة بالمناسبة الحقيقة يعني والكلام ده احنا ما حبناش نتكلم فيه قبل مباراة الأهلي وسان داونز فكرة أنه جمهور الكورة اللي بيحب الكورة اللي بيدي المطش طعم واللي بيساند ويشجع من أول ما بيدخل المدرجات لغاية للمباراة بتخلص ده جمهور عملة ندرة محتاجين أن احنا ندور عليه وندعمه بالذات في المواجهات اللي من النوع ده يعني ما ينفعش أبدا أن نكون بنتكلم في تذكرة درجة تالتة تقف في النهاية الإجمالي بتاعها في حدود 300 جنيه والناس اشتكت 100 جنيه تأمل التذكرة آه صحيح لكن فيه فان عيدي بيكلف 100 جنيه وفيه QR code بيكلف 100 جنيه وده يأثر بشكل كبير جدا عن الناس اللي ممكن تبقى مش قادرة وإذا كانت بتقدر مرة فمش هتقدر التانية اللقص ده أقوله بالتأكيد اتحاد الكورة والمسؤولين في اتحاد الكورة ما بيدوروش على أي مكسب مادي من مباراة مصر والسنغال الأهم أن نحن نوفر الدعم الجماهيري والأهم بقى أنه إذا كانوا 40 أو 50 أو 60 ألف يكونوا جمهور كرة بجد راحين يشجعوا المنتخب ويقفوا في ظهره بجد مش راحين يتفرجوا على المباراة كمتفرجين أو كمتابعين من مقاعدهم في المدرجات السيدي مباراة مصيرية ده مش مش ده مش مسرح مش محتاجين جمهور مسرح ومش محتاجين شخصيات عامة ومش محتاجين مع كامل احترام والتقدير لهم طبعا لكن أقصد أقول المطلوب من الجمهور في المطش ده دور واضح ومحدد وهو أنه يشجع المنتخب من بداية المباراة والغاية نهايتها وما فيش حد بيقدر يعمل الدور ده غير جماهير الكورة بجد فأرجو أن ندعمهم بكل السبل سواء من حيث ساعة المدرجات اللي هتستوعى بالجماهير تحضر المباراة أو من حيث كلفة التذكرة أو تكلفة التذكرة في المباراة دي وأتمنى أن رسالتي تكون وصلت